لما رأيت الناس في عسلانهم عسلان سرعة وتراقد فيه اضطراب ما بين ملحوذ له ومضرحين متبادرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب لفقد أبيض أروحي والشرجع النعش الطويل متبادرين كل واحد يحاول أن يضع يده في هذا النعش تبركا بصاحبه وحزنا وألما ونحن نعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم منما دفن بعد أيام من وفاته فهناك صرت إلى الهموم ومن يبت هنا يعترف ويعلن أنه أصيب بهم جار الهموم يبيت غير مرموحي كسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام بطن الأبطحي وتزعزعت أجبال ياثرب كلها ونخيلها لحلول خطب مفدحي أنا أظن أن هذه القصيدة أطول مما رميت عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر